موسيقى ليست جميع الأسماء المستخدمة خلال الفترة الحالية حديثة وإنما توجد بعض الأسماء التي أعد استخدامها مرة جديدة نتيجة لجمال هذه الأسماء وتميزها واسم سيف من هذه الأسماء لأنه اسم قديم وكان مستخدما في وقت سابق ثم جاء وقت واختفى بشكل ملحوظ إلا أن السنوات الأخيرة قد شهدت إعادة لاستخدام الاسم مرة أخرى وبات يطلق على الكثير من الأطفال حيث اعتبره البعض واحدا من أفضل الأسماء التي يمكن إطلاقها على المواليد خلال العصر الحالي وهذا الأمر دفعنا إلى اختيار الاسم لتقديمه لكم وبجانبه كامل التفاصيل التي قد ترغبون في التعرف عليها عن هذا الاسم قبل أن تقوموا بإطلاقه على أي من أطفالكم كل ما عليكم مشاهدين الكرام أن تشتركوا في القناة وتتبعوا الفيديو للآخر سنبدأ بمعنى اسم سيف اسم سيف من الأسماء العلم التي جاء من الأصل العربي ومعروفة كاسم علم مذكة أما عن معنى اسم سيف فهو معروف لدى الجميع لأن الاسم أحد مميزاته أنه يحمل معناه لمجرد نطقه وهو السلاح الأبيض الذي كان يستخدم في القدم في القتال قبل اختراع البارود والمسدسات ومثل هذه الأسلحة كما توجد معاني أخرى خاصة باسم سيف إلا أنها ليس لها علاقة بالاسم كاسم علم مذكة والمقصود من تسمية الذكور بهذا الاسم أنه قوي وشجاع وحد كالسيف في مواقفه هل تعلم أن اسم سيف مركب؟ توجد ميزة أخرى في اسم سيف وهو أن الاسم يمكن أن يستخدم في صورة مركبة بمعنى أنه يضف إليه كلمة أخرى تجعل الاسم أكثر جمالا ويعطيه رونقا خاصا به لذلك نجد أن اسم سيف يستخدم كاسم علم مركب في بعض الدول العربية وبصفة خاصة المتواجدة في منطقة الخليج العربي ومعظم الصور المركبة لهذا الاسم تكون مرتبطة بالدين الإسلامي فنجد الاسم يظهر في أكثر من صورة كتابية مثل سيف الدين وسيف الإسلام وسيف الله صفة حامل اسم سيف هو شخصية جريئة وشجاعة وتشهد له مواقفه بذلك طيب القلب كما أنه لا يتأخر في مساعدة الآخرين طالما يستطيع ذلك يتحمل المسؤولية ويميل إلى مركز القيادة التي غالبا ما ينجح فيه صديق وفي وحبيب مخلص كما أنه ابن بار وزوج مثالي أكثر العيوب المتواجدة في شخصيته أنه عصبي ومن الصعب أن يسامح هل اسم سيف حرام ظارت في الفترة الآخرة العديد من الآراء التي أشرت إلى عدم جواز التسمية باسم سيف في الإسلام وأنه من الأسماء المحرمة شرعا وهذه الآراء جعلتنا نقوم بالرجوع إلى المصادر المخصصة للدين الإسلامي والتي من خلالها تأكدنا من خطأ هذه الآراء وأنها مجرد اجتهادات ليست لها أساس من الصحة لأن اسم سيف من الأسماء العلم التي يمكن التسمية بها شرعا كما أنها مستحبة لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد لقب الصحابي الجليل خالد بن الوليد بلقب سيف الله المسلول لرجاحته وشجاعته في إدارة الغزوات وعدم هزيمته في أي غزوة قد شارك بها نرجو منكم أن تقوموا بكتبة تعليق فيه مدى رضائكم عما تم تقديمه من معلومات تخص اسم سيف خلال هذا الفيديو وفي حالة كان لديكم أي أسئلة تخص الاسم أو أي أسماء عالم أخرى نرجو منكم أن تقوموا بطرحها دون تردد في تعليق أسفل هذا الفيديو أستودعكم الله دمتم في رعاية الله عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء